شاهدين العزاء متابعين الكرام هكذا تعلن رابع انطلاقاتي هذا المساء والشوط الرابع الخاص بالزمول المهجنات الاصائل الثمانية كيلو مترات هي المسافة المقررة والحاضرة لهذه الفئة العمرية والرقص دائما يحلو مع الكبار نسير مع الزمول وهديرها بنوك المستقبل باذن الله تعالى ايضا مع قادم الايام وسائر الايام نسير الى هذه المنافسة القوية الى اول اشواط المهجنات لمن سوف يكون مباشرة الى المركز الاول الى الخدارة الاولى والمقدمة الاولى والمنافسة هناك من خلال هذا التحدي الجميل هذا هو شاهين سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري بينما المركز الثاني مبشر سعيد بن فلاح بن يابر الاحبابي نقلتنا مباشرة الى المركز الثالث المركز الثالث وصل فيه المشهر ياتي بالشعار علي بن محمد بن قطامي العامري بينما المركز الرابع وصل في هذه اللحظات على رابع المراكز وليف لمحمد بن سلطان بن مرخان يقدم لنا وليف على المركز الرابع بينما المركز الخامس هناك النشمي السعيد بن يابر بن عبدالله يقدم لنا النشمي في ايضا خامس المراكز المركز السادس وصل في هذه اللحظات وتقدم هناك الترس لساري بن سي بن ساري بن بلوش المزروعي يقدم لنا الترس على المركز السادس المركز السابع وصل ملفت لمبارك بن او فهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري وصل في هذه لحظات يقدم هذه المنافسة ويقدم هذه التحديات على المركز السابع المركز الثامن شعار بن نصر يصل في هذه اللحظات مع الزاجل سعادة طالح بن محمد بن نصر العامري والمركز التاسع الوصول هناك ايضا من خلال تواجد اللي هو شاهين لمحمد بن احمد بن حمدان ابن دلموك والمركز العاشر وصل في هذه اللحظات مسيان علي بن بخيت بن مسافر الامسافري هذه نتيجتنا للعشر المراكز الاولى المتقدم مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام عودة الى مقدمة شوط عودة الى الرقص عودة الى المركز الاول عودة الى السرعة الاولى والسياج الخارجي يحمل هذه الانطلاقة يحمل هذه المنافسة يحمل هذه الاسماء ياتي مع المركز الاول يقدم لنا شاهين ايضا سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري على صدارة على المركز الاول بينما المركز الثاني وصل انبشر لسعيد بن فلاح بن جابر الاحبابي يقدم لنا هذا الاسم يقدم لنا هذه الانطلاقة القادم من العين دار الزين يبحث عن التتويج بهذا المسائل جميل بهذا المسائل بهيج في ليلة العمالقة بينما المركز الثالث وصل وليف وصل وليف يتقدم شعار الصعب محمد بوسلطان بمرخان من ايضا عزل لنا نايف واصبح واحد من بنوك الانتاج في محمية ابو سلطان فالجميع ايضا يتوكل هناك على الله ثم ينطلق الى نايف انه احد البنوك القوية بالفعل وممتاز وغيرها من الاسماء بالفعل مع هذا الشعار بينما المركز الرابع الوصول الدخول ايضا من النشمي السعيد بن يابر بن عبدالله يقدم لنا النشمي احد الاسماء القوية شعار زعزع وشعار العديد من الاسماء ايضا ياتي حمدان بسعيد بن يابر ليتقدم مع النشمي ايضا ياتي بالمركز الرابع خطير النشمي خطير خد المركز الرابع وصل الزاجل وصل الزاجل يتقدم بشعار سعادة صالح بن محمد بن نصرة العاملي ليقدم لنا هذا الاسم الخطير القادم من البواب احدعش شوفوا الوصول اول ندال مبعد اسحيل بن قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي يقدم لنا انطلاقة ابناء مصانع الجنوب القادم بكل قوة المنطلق على المركز السادس المركز السابع وصل الترس لساري بن سيب ساري بن بلوش المزروعي يقدم لنا انطلاقته القوية وتحدياته المثيرة بينما هناك الدخول الوصول ايضا من ياتي المشهر علي بن محمد بن قطامي العامري وصل بن قطامي وصل بن قطامي ولكن من القادم من الواصل في هذه اللحظات من المنطلق من خلال هذه المنافسة شاهين محمد بن احمد بن حمدان بن دلموك وصل بن دلموك ولكن الشعارات القادمة من المناطق الخلفية مرحبا بالجميع في ختامي المرموم في دانة الدنيا دبي في ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات في منافسات العمالق ولكن عودة عودة الى مقدمة شوط عودة الى المركز الاول ما زال هناك شاهين سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرور العامري العامري على الصدارة على المركز الاول يقدم لنا هذه الانطلاق يقدم لنا هذه التحديات بينما وليف في المركز الثاني لمحمد بن سلطان بن مرخان يتقدم على ثاني المراكز وصل النشمي حمدان بن سعيد بن يابر يقدم لنا انطلق ايضا في اندفاعة المثلث الذهبي في هذا المساء ولكن وصل انبشر سعيد بن فلاح بن يابر الاحبابي الاحبابي يتقدم ياخذ المركز الرابع في منافسة قوية في ادى مميز وجميل للغاية المركز الخامس الوصول من الزاجل سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري المركز السادس مبعد نسهيل بن قشاط بن سعيد بن مفتاح الشامسي يتقدم ليقدم لنا هذا الاسم ولكن اعودي للمقدمة اعودي للمنافسة الثلاثة كيلو مترات المتبقية الصدارة وين المركز الاول هناك المنافسة هناك القوة هناك ليثارة مع شاهين اللي على الصدارة على المركز الاول يتقدم سعيد بن قناس البن مسلم بن حمرور العامري وليف بالمركز الثاني محمد بن سلطان بن مرخان يقدم لنا وليف المركز الثالث النشمي حمدان بن سعيد بن يابر يتقدم مع النشمي ويقدم لنا انطلاقة النشمي المركز الرابع ياتي مبشر السعيد بن فلاح بن جابر الاحباب يقدم لنا هذه الانطلاقة الزاجل وصل الزاجل لسعادة صالح بن محمد بن نصر العامري ارى بالعين المجردة القادم كيفان القادم كيفان لحمد بن راشد بن حمد بن اغدير يصل في هذه اللحظات ايضا كيفان اول ندال كيفان ايضا هناك يقدم لنا هذه الانطلاقة ولكن اعود الى مقدمة الشوط اعودي للصدارة شاهين على المركز الاول شاهين في الانطلاق الاول شاهين في التحدي الاول ياتي منذ البداية منذ البداية وهو متزعم هذا الشوط ليتقدم سعيد بن جنازل بن مسلم بن حمرور بن حمرور العامري يا سلامي عليك يا العامري على المركز الاول وليف وليف وصل وليف على المركز الثاني لمحمد بن سلطان بن مرخان المركز الثالث الوصول من كيفان حمد بن راشد بن اغدير يقدم لنا كيفان وصل النشمي حمدان بسعيد بن ياب شمي وليف لمحمد بن سلطان بن مرخان يتقدم مع هذا الاسم يتقدم مع هذه الانطلاقة ومع هذه التحديات على المركز الاول عاد في المنافسة مرة اخرى شاهين سعيد بن جنازل بن مسلم بن حمرور العامري وصل كيفان وتقدم الواثق حمد بن راشد بن حمد بن اغدير وصل كيفان المركز الثالث او الرابع هذا شاهين محمد بن احمد بن حمدان بن دلموك وصل بن دلموك وصل وايضا هناك مبعد مع بن قشاط يا لها من منافسة هدير الزمول بدأ بالانطلاق هدير الزمول ومنافسة الزمول هنا ما شاء الله تبارك الله شاهين شاهين على الصدارة شاهين على المركز الاول العامري العامري يقدم لنا سعيد بن جنازل بن مسلم بن حمرور العامري كيفان كيفان يدخل كيلو الامتحان الواثق حمد بن راشد بن حمد بن اغدير يتقدم الدلمو الاحميدي بن سالم العامري يقدم لنا كيفان في عملية التضمير والتدريب على الصدارة على المركز الاول على المقدمة الاولى على ايضا صدارة هذا الشوق المركز الثاني شاهين سعيد بن جنازل بن مسلم بن حمرور العامري بن حمرور يصل بالمركز الثاني وصل وليف في المركز الثالث محمد وسلطان بن مرخان الساجل سعادة صالح بن محمد بن نصر العامري ايضا قادم الستمائة متر الاخيرة الامتار المجنونة كيفان كيفان بدأ بالاقلاع كيفان بدأ بالاندفاع كيفان والرموز ايضا في رصيد الرموز الخمسة الرموز في رصيد ينطلق في ليلة العمالقة سلام الى مرغم سلام سلام الى الواثق سلام سلام الى الدبر سلام سلام الى علي بن راشد بن اغدير سلام سلام الى سالم بن اغدير وسعيد بن سالم او سعيد بن راشد بن اغدير سلام الى المحنك على هذا الفوز والى مرغم وجماهيري مرغم كيفان مكيف على المركز الاول ايضا ثلالة شاهينية شكرا يد نمو لحميدي بسالم العمري تهانينا ولحظات الوصول مع خط النهاية ليعلن هذا الفوز والانتصار تهانينا والنموس المركز الثاني وصل فيه شاهين على ثاني المراكز ايضا سعيد بن بن قنازل بن مسلم بن حمرون العامري ولي في المركز الثالث محمد السلطان بن مرخان المركز الرابع وصل فيه حكيم محمد بن راشد بن مرخان الاكتبي المركز الخامس ايضا ياتي هناك ايضا شعار الزاجل السعادة صالح بن محمد بن نصر العامري نعود بالتوقيت الزمني حيث افاسك كيفان بصنع عشر دقيقة وايضا هناك سبعة وثلاثين ثانية جزءا واحدا من الثانية تهانينا لحمد بن راشد بن قضية الاكتبي بينما المركز الثاني وصل فيه ثاني المراكز شاهين قطع المسافة مشاهدينا العزاب فيه اصنع عشر دقيقة اربعين ثانية ستة جزءا من الثانية تهانينا لمالكي شاهين سعيد بن قنازل بن مسلم بن حمرون العامري المركز الثالث كان ايضا وليف بصنعشر اربعين وجزءاين من الثانية تهانينا ونموس لمحمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي على فوز وليف بالمركز الثالث موسيقى